بسم الله الرحمن الرحيم ربنا فتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم عزيزي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وبرنامجنا أخبار بلدنا في البداية خالص حابي برحب أحب ضيف العزيزي الكريم اللي إحنا دايما يعني شغلينه واخدينه وقته كله معنا المستشار محمد جلال زيادة القيمة والقامة في عالم القانون معنا المستشار أهلا وسلام بيك أهلا بيك يا سيد وأنا بتشرف دايما بحضوري مع حضرتك ربنا يخليك معنا المستشار يعني مشكور على تلبيت الدعوة الكريمة عشان جمهورك يعني من ساعة ما أعلننا على الحلقة وقلنا إن اللي عنده أسئلة أو حاجة يحب يطرحها على حضرتك يبعتها على صفحة البرنامج إحنا معانا 150 سؤال والأسف وقت البرنامج مش هيسعف إن إحنا هنجاوب على الأسئلة دي إنما يعني أنا برضو كلفت الشباب معنا في الأعداد إن إحنا نختار الأسئلة الشائعة والأسئلة اللي اتقررت أكتر من مرة وعليها يعني أكتر من من حد طلب اللي جاب عليها ربنا يقدرنا وتحتهم رجبين ربنا يخليك معنا المستشار يعني نبدأ على طول عشان نلحق ناخد أكبر كم من الأسئلة سؤال بتقول لحضرتك أنا زوجي طلقني أنا زوجي طلقني غيابي تمام تمام كده أنا زوجي طلقني غيابي إيه هي الحقوق اللي ممكن أخدها عن طريق المحكمة تمام هو الطلق الغيابي اللي هو الطلق في عدم حضور الزوجة تمام الزوجة ما بتبقاش موجودة فبتتفاجئ زي ما بنسمع كده إن جزءها بعت لها وراء الطلقة تمام هو ده الطلقة الغيابي بدون علم مسبق بدون علم منها خاص هي بتتفاجئ إن وراء الطلقة جت لها ففي الحالة دي هي عايزة بقى طيارة في حقوقها إيه لأنه هو كده ما فيش اتفاق بينهم وبعض ما برتوش من حقوقها وليها حقوقها كاملة فالحقوق اللي ليها بقى ليها نفقت عدة اللي هي طلت شهور العدة بتاعتها وليها نفقت متعة وليها مؤخر الصداء اللي هو بيكون متفق عليه متفقين عليه في عقد الزوجة مسبقا مسبقا فبتبتدي ترفع دعاوة بالحاجات دي نفقت العدة بتتحدد طلت شهور على أساس لو ليها حكم نفق قبل كده الثلت شهور دول بيتحدده على أساس حكم النفقة اللي هو القديم الصابق ما فيش حكم نفقة ما بترفع الدعوة بتاعتها زوجها موظف بتجيب منفردات مرتبة بالمحامي بتاعه بنان على تصريح من المحكمة أو بتجيب تحري لو هو بقمت الداخل بقمت الداخله أو لو هو شغال شغله حر بيجي تحري من اسم الشرطة التابع ليه عن داخله الشهري كذا وبيتحدد عليها النفقة الشهرية في الطلت شهور بتاخد نفقة العدة بتاعتها نفقة المتعة لها شروط طبعا المجال مش هيتسع إن احنا نتكلم عن شروطها بس في المختصر كده إن هي لها نفقة المتعة بتاعتها بتتحسب بحد أدنى سنتين وحد أقصى خمس سنوات برضو السنتين أو الخمس سنوات حسب ما المحكمة بتشوف حقها وبتحدده لها خلي مثلا سي زواج قاعد سنة أو سنتين بقية تاخد الحد الأدنى اللي هو السنتين برضو السنتين عبارة عن نفقة الزوجية ونضرب شهر في سنة أو في السنتين أو في الخمس سنين لحد الأقصى دي نفقة متعب المؤخر بتاعه ده سابق بمجاب عقد الزواج اللي هو منصص عليه يعني خمس تلاف عشر تلاف عشرين ألف بتطالب بيوم وبتحكم لها بالمؤخر بتاعه دي حقها حد تاني برضو مع المصرشار بيقول أو بتقول زوجي ما بيصرفش عليها تمام جزها ما بيصرفش عليها وهي مقيمة في منزل أهلها تمام تمام وبعد ما جزها مطردها من البيت هي وأولادها إزاي بتحصل على نفقة بتسأل إزاي أحصل على نفقة ليا والأولادي ليها ولولادها تمام هو قانون المعدة المية لسنة 1985 قصب الأحوال الشخصية أوجب النفقة على الزوج ينفق على زوجته من تاريخ عقد الزواج من تاريخ العقد الشارع تمام فهي مقيمة ببيته مقيمة عند والدها هي ملزمة منه آه ملزمة منه هو يديها نفقة شهرية لها فهي في الحالة اللي زي دي ما ما فيش اتفاق إن هو بيبعث لها نفقة وممتنع برضو بتلجأ لمحكمة الأسرة تمام مكتب تسوية في أضل المنازعات بتعمل ملف تسوية بيبعثه للطرفين ارتضم واتفقهم في المكتب وحدد لها نفقة بعقد اتفاقي أو رجعت لمنزل الزوجية هو ابتدى يصرف على مراته ده بالاتفاق بينهم تمام ما تمش اتفاق أو ما هو ما حضرش بيتم إحالة الملف لمحكمة الأسرة وبتقى دعوة برضو بيتحدد برضو بيتحدد بناء على دخل الزوج النفقة لها يعني يا معلومة الشار الزوجة يعني الزوج ملزم تمام بالزوجة وأولادها تمام سواء كانت مقيمة في بيته أو عند أهلها زي ما بنقول بالزبط كان ملزمة في الحالتين دولة هو ملزمة بالمصارفها نفقة الزوجية طول ما الزوجة هي زي ما بنقول كده بالغرف أو بالعمية طول ما هي على زمته زوجته ملزمة منه تمام ملزمة منه إنه هو يفعلها نفقة شهرية تمام طيب حد تاني مع المصرشار بيقول أنا طلقتي منعاني إن أشوف أولادي تمام تمام إزاي أشوف الأولاد وعايزهم يقعدوا معايا يوم أو اتنين تمام الموضوع ده مصار جدل كبير قوي أولا كله سمع عن تعديلات جديدة في قنون الأحوال الشخصية مزبوط وفي حاجة ما تسمى بالاستضافة استضافة غير الرؤية الرؤية شيء والاستضافة شيء الفرق بينهم مع المصرشار؟ الفرق بينهم من الرؤية إنه هو بيشوف الطفل لو الزوج بيشوفه في عدد ساعات محددة وبيرجع تاني للحضنة لأمه مثلاً أو لجدته؟ لأمه وجدته أياً كان اللي معاه الحضنة تمام وأياً كان اللي هو ليه حق الرؤية تمام تمام الاستضافة إنه هو بياخد الطفل يستضيفه غالباً في الشهر يومين أو في السنة كلها سبع تيام متصل قامة كاملة مع المصرشار؟ آه ده تعديل ولسه ما تمش يعني لكك مناقشات عليه من شهر اتنين اللي فات في مجلس الشعب تمام لسه ما تمش حتى داريخه ما فيش حاجة يعني إيه ما فيش مادة في القانون بتسمح بالاستضافة المتابع لحد الوقت الرؤية إنه هو ليه حق الرؤية بتتم في أقرب مكان للحضنة بتكون بحد أقصى ثلاث ساعات وبتكون غالباً في الأيام العطلة الرسمية يوم جمعة فليكن تمام وبيتم التحديد اليوم آه باختيار الحضنة آه اليوم وبيتم تحديد المكان يعني في مركز شباب أو في نادي اجتماعي تمام وبيتم تسجيل الكلام ده بيتعمل دفتر رسمي في النادي أو في مركز الشباب اللي اتنين جنبس بتحضرهم إنه هو شاف الطفل بتاعه امتنعت الزوجة عن تنفيذ الحكم الزوج بيحرق ضدها دعوة امتناء عن تنفيذ حكم قضاء والدعوة دي عقوبتها الحبس بتقبى جنحة ده بالنسبة للرؤية الرؤية لو امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية ثلاث مرات متتالية تمام أو عدد من المرات متتالية من حق الزوج يحرق ضدها جنحة عدم تنفيذ حكم ومن حق كمان يطالبها بتعويض تمام وقانون الاستضافة وفيه تعديلات في الخطبة وكذا كذا باب في الأحوال الشخصية اللي هي تواكب العصر اللي احنا موجودين فيه والمشاكل اللي بتقابل الناس حاليا فعلا فيه تعديلات مصار جدل ولسه لحد الوقت ما ما يتحسنش الأمر فيها تمام طيب فيه حد برضو يعني السؤال ده قرر كتير قوي مع المستشور على أي أساس بيتم تحديد مبلغ النفقة للزوجة والأولاد تمام نزي ما قلنا في البداية خالص الزوجة ما بتيجي تطالب بنفقتها تلجأ لمكتب تسويات المنازعية ما تمش الاتفاق بيتم حالة الدعوة للمحكمة للفصل فيه تمام بيتم تحديد النفقة على أساس دخل الزوج على أساس دخل الزوج وعلى أساس أعبائه لو موظف زي ما قلت لحضرتك المحكمة بتصرح للزوجة أن هي بتجيب مفردات من مرتبه نشوف أعبائه يعني لو هو متزوج بأخرى طبعا بتدخل في الحسابات لأولاد من زوجة أخرى يعول والدته يعول والده كل الحاجات دي ما عليك بتطراعى عند الحكم من نفقة الزوجة طيب يعني فيه حاجات برضو ما بتبقاش مسكورة يعني اللي شغال شغله حر تمام إزاي الموضوع دي يتعمل طيب هو فيه تحري عن دخلها يعني التحري برضو ما بيبقاش يعني هو ما بيبقاش دقيق ما بيبقاش دقيق يعني بيتم حالة الدعوة للتحقيق وبتتحدد عن طريق سماع الشهود إن هو شغال كذا شهود من أي طرف يا مصر شغل شهود بقى من الزوجة يكون قريب من الطرفين عارف إن الزوج شغال شغال مثلا شغلانا كذا دخله كذا زمله في الشغل يعني مش شهود وخلاص لا لا طبعا والمحكمة لازم تطمئن ليهم عشان بتحكم بناء على شهدته تمام تمام طيب برضو سؤال اتقرر معانا أنا حصلت على حكم بالخلع هل ليه أي حقوق عند الزوج خلع في حالة الخلع المفترض إن الزوجة أساسا في بداية الدعوة أول حاجة بتعملها إن هي بترد للزوج المهر بترد للزوج المهر اللي دافعه ما لهاش أي حقوق بتدفع بقى كده كمان بتدفع المهر وفي الغالب في المجتمع المصري أغلب وصائف الزواد بيكتب فليكن المؤخر خمس تلاف بقولك خمس تلاف وواحد الحال منه إنه دفع جنيه وعليه المؤخر خمس تلاف تمام هو ده اللي بيحصل فعلا عشرين ألف وواحد الحال منه جنيه واحد فهي بتردله الجنيه في الشايع بتعمل له انزار بالجنيه ده والمجفوه بترفع عضية الخلع بالعكس في بعض الدوائر الوقت في مصر الدوائر القضائية اللي بتوحكم في عضية الخلع الزوج لو قدر يزبط المهر الحقيقي اللي هو دافعه للزوجة اللي مش مذكور في الورق سواء بقى حالة الدعوة للتحقيق وسماع الشهود إن هي عليها إنها ترد المهر الأول قبل ما تحكم لها في الخلع ترد ولا من زي الطلاق الغيابي ولا تمام طيب حد تاني برضو بيقول هل بعد زيادة الأعباء والأسعار هل يمكن زيادة النفقة طبعا هي النفقة ممكن تزيد للزوجة وأولادها كل سنة تمام مع زيادة الأسعار مع أن الأولاد بيجبروا في السن بحكم إنهم بيجبروا تمام مع الغلاء بس برضو اللي بيتحكم في القصة دي التحري ودخل الزوج خليه مثلا هو كان شغال كان مسافر بره وبيقبط دخل معين تمام وبيرجع مثلا شغال وظيفة تانية دخله قال لا بالعكس هو من حقه يرفع دعوة تخفيض نفقة إن هو يرفع دعوة يعني الطرفين من حقهم إنهم يعدلوا سواء بالزيادة أو بالنقل حسب الأحوال الاقتصادية حسب الأحوال الاقتصادية وحسب دخله أما اليوم ده قد شغال في وظيفة معينة دخلي خمس تلاف جنيه وعشر تلاف جنيه وكان مزبوط وكنت بكفع اللي يخص منه تمام كده النهاردة أنا بقبط ألفين جنيه وثلاث تلاف جنيه لأ أنا أرفع دعوة تخفيض مفروض نفقة يزبط ويخفض نفقة والمحكمة تخفض للنفقة على قد دخله تمام يعني الطرفين من حقهم إنهم ما يزيدوا أو ينقصوا صح جدا حسب الأعباء تمام طيب في حد تاني بتقول أنا زوجي طلقني ومليش مكان أخيم فيه أنا وأولادي تمام تمام وأجارة شقة والزوج رافض إن هو يدفع الإيجار تمام حق السكن حق السكن على الطليق أو الأب كده كده عليه هو أب الأولاد سواء هي منفصلة أو على زميته لسه آه تمام ملزم بها في الحالتين في السكن آه ملزم بالسكن والمطلقة في الأحوال إذا دي بترفع دعوة اسمها دعوة أجر مسكن وكمال لها أجر حضانة تمام يعني هي في الحالة دي بترفع دعوة أجر مسكن وحضانة تمام مأقدرة شقة بتجيب العقد بتاع الشقة اللي هي مأجرها بتقدمه للقاضي وبناء على دخل القاضي بيحكم لها بنفقة أجر مسكن وحضانة شهريا تمام يعني هو برضو الزوج ملزم بيها ملزم بسدادهم تمام طيب أنا حد برضو بتقول أنا زوجي أنا جوزي سلمني لأي مكاملة تمام مع عدد دهب تمام المصوات الزهبية تمام وتحبس أسبوعين تمام هل كده أنا حق إضاعف الدهب ولا في طريقة أحصل أجيب أحصل على الدهب بيها تمام دي بترفع دعوة اسمها دعوة تبديل منقلات زوجية ودي جنحة تمام بس هو سلمها آه بطيبه جنحة آه هو سلم آه كل المنقلات وأغلب الأزواج بيعترض لأ ده زوجة خرجت بالمصوات الزهبية على أساس إن فيه أحكام محكام الضق بتقول إن المصوات الزهبية دي لصيقة بالزوجة نيازينة بتتزين بيها تمام لو هي أخدت حاجتها إن هي تشله تتنازل عنها مثلا تتنازل عنها من القيمة آه تمام راحة كده مصبوط في الأحوال اللي زي دي الزوجة بترفع الدعوة عن طريق محكمة الأسرة اسمها دعوة استرداد منقلات أو دعوة استرداد مصوات زهبية تمام بيتم حكمها برد بيتم الحكم في الدعوة دي برد المصوات أو قيمتها اللي هي القيمة اللي متحددة لها قيمة بالفلوس آه تمام يا جرامات يا فلوس تمام طيب سؤال تاني أنا حصلت على حكم بالنفقة ليا والأولادي تمام إزاي أنفذ الحكم طيب طرق التاني نخالي الحكم بقى خلاص آه قادة حكمه إزاي تنفذه طرق التنفيذ بتتم عن طريق حكتين لازم نفرق بين حكتين هل الحكم ده حكم نهائي يعني الحكم ده تم استقنافه وتأيد الحكم أو الحكم ده لم يتم استقنافه لأن من حق الزوج أنه هو يستقنف الأحكام دي من تاريخ صدرها خلال 40 يوم تمام ده لو هو بيحضر الجلسات ما بيحضرش الجلسات المفترض أنه بيتم إعلانه لو هو مش حاضر بيتم إعلانه بالحكم ومن تاريخ إعلانه برضه لازم بعد خلال 40 يوم يكون استقنف نقعد الاستقناف 40 يوم من تاريخ علمه تمام سوى حضر الجلسة أو تم إعلانه لو هو استقنف الزوجة ما تقدرش إن هي ترفع دعوة اسمها دعوة حبس دعوة الحبس دي هي أسهل طريقة للتنفيذ وبيدفع فيها بيدفع فيها المتجمد يعني مثلا المحكمة ما بتحكم بتحكم من تاريخ التسوية أو من تاريخ رفع الدعوة أو مثلا من التاريخ اللي بتحدد الزوجة لو قدرت تثبت بشهادة شهود إن هو ممتنع من تاريخ المتنع عن النفقة من تاريخ كذا تاريخ صابت مثلا على الدعوة أو على التسوية تمام فبترفع دعوة متجمد بشرط بترفع دعوة الحبس دي هو اللي يدفع إما يتم حبسه لمدة شهر عن المدة دي تمام لازم عشان ترفع الدعوة دي يجيب شهادة بعدم حصول استقناء طيب هو استقنف مش هتقدر ترفع الدعوة دي إذا بعد أن يصبح حكم نهائي تمام بتعمل حاجة اسمها توكيل بالتنفيذ توكيل بالتنفيذ للمحضر والمحضر بينزل يطلبه بالفلوس ما دفعش بيعمله محضر حجز بعد كده محضر تبديد بيعجز على منولاته ويعمله محضر تبديد ويبددله وينزل برضو متهم بتهمة التبديد بالمبلغ اللي هي حجزة بي تمام فدول الطريقين يقام عن طريق التنفيذ عن طريق محضرين الأسرة يعمى التنفيذ بدعوة حبس ودي بتبقى أقوى لأنها سريعة جدا بيتحكم فيها مثلا في حوالي تلت جلسات أو أربع جلسات بتاخد حكم بسداد المبلغ أو بحبس للمدة شهر بتروح تسلمه في إدارة تنفيذ الأحكام في اسم الشرطة وبيجيبه الزوب تفع يتدفع الحبس يعمى ينفذ الشهر وما بيسقطش عنه برضو لنفس المدة تطلب بها تاني وتاني تمام بصراحة الأسئلة كتير قوي يعني شعر يا رب طيب حد برضو بيتكلم في مكتب التسوية مع المنزل تمام بيقول هل مكتب تسوية المنازعات الأسرية له أهمية ولا مجرد إجراء شكي هو ليه أهمية كبيرة جدا لأن فيه كتير من المشاكل اللي أنا قبلتني في شغل العملي بتخلص في مكتب التسوية قبل ما يتم إحالتها للمحكمة يعني فيه بتبقى مشاكل كتير أزواج لسه في بداية حياتهم بقى لهم شهرين ثلاثة خمس شهور سنة بتحصل بينهم مشاكل طبعا ناس بتبقى في أول تلات أربع سنين من الجواز بيقولوا بيتعرف آه كله تعطر مع عادات مختلفة وأعرف مختلفة أكيد فبيتعرفوا على بعض الحد ما اطباعة تبقى واحدة أو يتعوضوا على اطباع بعض فالبداية بتبقى صعبة داي تبقى صعبة فبيقابلهم مشاكل كتير أغلب موظفين مكاتب تسوية المنزلعات خرجين خدمة اجتماعية وخصوصين اجتماعيين كمان قبل الحل القضائي قبل الحل القضائي بالعكس ده هم فيه أوقات بتطلع سيخ تنفيذية يعني بيطلع عقد اتفاق موصف من مكتب التسوية من مكتب التسوية بخط مشعار الجمهورية بتعديد نفأ شهرية كذا بتعديد أجر مسكن وحدانة حتى بعد الطلاق لو جمه اختلفوا بأي دعوة أي دعوة أسرة لازم بيلجأ لمكتب تسوية المنزلعات وفعلا ليه أهمية كبيرة جدا 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 أكيد طبعا توفير وقت ومجهود توفير وقت وجهد على الدولة وعلى المتقدين يعني ده احنا بنتكلم في سرعة التقادي والإنجاز وده ده دي عدلة منجزة اللي بقولوا عليها يعني مكتب التسوية بالعكس المفروض دوره يتفعل كمان أكتر من كده ودوره مشعمشي يعني أنا في بعض المحاكم بشوف مكاتب تسوية فعلا ليه هدور فعال جدا جدا وبيحلوا مشاكل أغرب حاجة قبلت حضرتك كمان المسشار أغرب حاجة قبلتني إن كان الناس اتفقوا خلاص على الطلاق وخلصنا كل حاجة وروحنا مكتب التسوية عشان ننهي الإجراءات دي ونحدد النفعة ربنا قرامهم ورجعوا البحث الحمد لله الحمد لله دايما في الخير كده مع المسشار طيب برضو حد بيسأل مع المسشار طرق رفع دعوة خلع أو طريقة لو هي طريقة واحدة بقى رفع دعوة خلع هي دعوة خلع زي ما قلت لحضرتك أهم حاجة فيها إن هي بتردوله المهر تمام حسب ما هو موسق برضو في أسامة الجواز في أسامة الزواج مش موسق هو الزوج بقى يزبط عكس الموسق لو يزبط بقى بشهادة شهود إن هو دفع مهر سايمة ألف جنيه بقى خمسين ألف جنيه يزبط كده بشهادة شهود لكن الغالب الأعام إن هو الواحد الجنيه زي ما قلت لحضرتك اللي بيرد آه بيرد بتعمل الإنذار بتعمل تسوية بتعمل تسوية بعد التسوية بتتحل الدعوة للمحكم طيب الأوراق المطلوبة آه بتبقى وصق أو المستندات آه وصقت الزواج وصقت الزواج بس آه اللي بتثبت الزواج بينهم وبعد تمام طيب هو المفروض إن النفقة ليها مقدار محكوم ولا هو ارتباطها ارتباط كل بداخل الزوج مرتبطة بالدخل تمام إنما ملهاش حد أقصى وملهاش حد أدل لا لا مرتبطة هي مرتبطة بداخل الزوج تمام بترتفع مع ارتفاع الدخل وبتقل مع بس هي بتبقى يعني ايه لها لها حد معين من دخله تمام اه لها حد معين بمجتملتها بقى سواء أعباؤه أو أسعار أو زيارة أسعار أو كده صح تمام بالضبط اه هي في مع يعني ايه مكتب تسوية المزاعد زي ما اتكلمنا بيوفر كتير قوي على الأزواب يعني ما يكونش في عند أغلب المشاكل الزوجية اللي بتحصل بسبب العند تمام يعني كله عايز يفرد يعني كله طرف عايز يفرد على التاني سياسة الأمر الواقع ان انا ايه ان انا اللي بفرد رأي ده ورأي وانا اللي بسيطر تمام واغلب المشاكل بتبعى مشاكل بسيطة جدا 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 يعني مشاكل تفه جدا والمشاكل دي بتؤدي للطلاق والانفصال والتفكك الأسري يعني يعني احنا بنشد من هنا من المنصة الكريمة بتاعت حضرتك فضل من المشاكل ابن مكتب تسويط المنزاعات يتم تفعيل دوره وياخد صلاحيات أكتر أكيد طبعا يعني بالجهد دا هيخف مشاكل كتير جدا وهيحل مشاكل كتير جدا وهيخفف كمان على القضاء وعلى المحاكم وعلى الدولة المصاريف النهاردة المصاريف دي الدولة بتصرف مصاريف كبيرة جدا على القضاء دي وبقيت كتيرة ومنتشرة قضاء كتيرة جدا النهاردة حضرتك الرول في محاكم الأسرة بيعدل 200 وال300 ببعض الأماكن و400 قضاء كلها بين القضاء متنوعة نفقات وطلاق ورؤية معنا المصاريف أنا يعني مش عارف أعمل إيه في بقية الأسئلة بس إحنا عايزين ناخد منك وعد إن شاء الله أن أنت ترد على الأسئلة دي على صفحة البرنامج إن شاء الله تمام وتوعدنا برضو قبل ما نطلع فاصل أن أنت في أقرب وقت نفضل من نفسك بقى ونعمل حلقة طويلة شوية عشان بقية الأسئلة دي اتشرفت بوجودي معاكم وأتمنى نكون عارفنا نوصل المعلومة ربنا أخليك معنا المصاريف حقيقي يعني الأسئلة من مبارح ما بطلناش والناس لما بتعرف أن أنت موجود معنا بصراحة بيتواصلوا معنا بأقصر سرعة عشان يلحق أعمل يا الشرف ربنا أخليك معنا المصاريف دايما موفق أمين يا رب معنا المصاريف يعني أنا كان نفسي الوقت يبقى أطول من كده بس معلش عشان الوقت البرنامج أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل موسيقى موسيقى